بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوة زي ما انت شفت. احنا هنخلي ميكروفون حقيقي احترافي. عن طريق برنامج بسيط جدا هتنزله هتلعب شوية اعدادات فيه وهتخليه ميكروفون احترافي. هتخلي جوالك او الهاتف الخاص بيك احسن ميكروفون ممكن تشتريه. اول حاجة بتدخل بلاي ستور او متجر جوجل بلاي من اي موبايل اندرويد. بعد كده بتدخل على السرش فو وتكتب ر اي سي اف او ار جي اي. هيظهر لك البنامج الاولاني منزله اكتر من مليون مستخدم. هنضغط عليه ونعمله انستول وهننزله. بعد ما نزلناها هيظهر لك بالشكل ده. هتضغط على الايكونة وتفتحه. طبعا مش هينزل لك الملفات دي. يعني الملفات دي كأنها مش موجودة من نسبالك. هيظهر لك الخانة دي فاضية ما فيش اي حاجة فيها. هيظهر لك بتضغط على علامة التسجيل هنا وتبدأ تتكلم. طب قبل ما تسجل بقى هتعمل ايه? هنعمل شوية تلاب في الاعدادات كده ونزبطها بحيس انها تجيب افضل واحسن جودة صوت ممكن تتخيله. وانت مش هتصدق اصلا وانت بتسمع الصوت بعد ما بتسجله مش هتصدق. اول حاجة بتدخل على تلات شرط في الاكسل يسار دي. وبتقول له الاعدادات تاني واحدة. بنختار بقى واحدة واحدة. من اول صيغة تسجيل الصوت اول الواحدة دي هنضغط عليها. وبتختار هنا وتختار هنا اخر واحدة تمانية واربعين كيلو هرتز. ومن هنا بتختار استيريو بين كوسين مونو في اتنين. وبعد كده تسيب علامة الصحة دي زي ما هي وتقول له موافق. لغاية دلوقتي تمام. المصدر الميكروفون الامامي سيبه زي ما هو. تسجيل اسم التنسيق يعني لو عايز تغير اسمه كل مرة. ان هو يبقى برقع معين او بتاريخ معين سيبه بالتاريخ مفيش مشكلة. خاصية الازازة الترقائي دي جميلة جدا. دي بتحسن جودة الصوت وبتقلل تشويهها. وحاجة مهمة جدا وانت بتسجل. انك انت تعمل علامة الصح دي. انك انت تمنع الهاتف من النوم. انك انت الهاتف مجلوش سليب او ما يتعملوش سليب. او ان الشاشة تطفى وهو وانت بتسجل. عشان طبعا كده يبقى كل حاجة بوزط. انما تعرض الموجة سيبها زي ما هي علامة صح. الاهتزاز لو حابب سيبه ويشتغل مفيش مشكلة. مش حابب شيله عادي. شيله علامة الصح دي. بس عادي سيبها يعني لو حابب. وبكده يبقى انت زبط الاعدادات كلها بكل بساطة. هنرجع باك. وبعد كده بتضغط علامة التسجيل دي. انا بسجل دلوقتي يا جماعة. هنسمع الصوت. انا كده سجلت عمل علامة الصح. واعمل علامة الايه? الستوب. بعد كده بسمع بقى الصوت. انا هسمعه دلوقتي. طبعا هيبقى في صدق الصوت عشان انا بتكلمه وبسجل في نفس الوقت. انا بسجل دلوقتي يا جماعة. هنشوف الصوت دلوقتي. شايفين نقاوت الصوت ونقاء الصوت حاجة في منتهى الجمال. يعني الصوت ده مش محتاج اصلا انك تجيبه على ولا 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 ايا كان. ممكن انت تزبط او تعدل الصوت. هو مش محتاج اصلا تعديل. يعني انت على كده ترفعه في قناتك او ايا كان المحتوى اللي انت بتقدمه. تقدر ترفقه بالفيديو وتمنتج عليه بكل بساطة. وبدون حتى اي منتاج للصوت ولا تعديل في الصوت ولا تحسين جودة الصوت ولا عزل الضوضاء ولا الكلام ده كله. الدنيا سهلة جدا. طب هتقول لي بقى مهندس محمد هنحفظ الحاجات دي اجيبها من على منين او مدير الملفات. يعني هلاقيها فين على الموبايل. هسيب لكم فيديو رابط في فيديو في الوصف اسفل فيديو. بيقول لك حل مشكلة الحفظ للبرنامج ده او ده هيقول لك مكان الفيديو ده هيقول لك مكان الملف فين على جهازك عشان ما ضيعش وقتكو وقت الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اشتراك في القناة وعمل جبل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.